ينضم إلينا إذن من مرجعيون في جنوب لبنان الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية أحمد إذن كما قال وزير الصحة لبناني هناك حالات نزوح مستمرة تقدر ربما حسب الإحصاءات الرسمية بـ 50 ألف وهناك إحصاءات أخرى ترفع الرقم إلى 90 ألف إذن ما زالت الأجواء مواتية لتحركات سكانية إلى مناطق أكثر أمنا نعم تحياتي لك في البداية بالفعل عمليات النزوح مستمرة ومتواصلة حتى اللحظة هناك عمليات نزوح كبيرة من الجنوب اللبناني باتجاه مناطق أكثر أمنا وخصوصا أن هذا الأمر لم يتوقف عند الجنوب اللبناني فقط بل أيضا البقاع وبعلبك شرقي لبنان وأيضا دخلت على خطوط النزوح اليوم عائلات وأسر من مناطق جبل لبنان هذه المناطق التي كانت تستعد أساسا لاستقبال ألاف النازحين من الجنوب والبقاع جراء الغارات الإسرائيلية اليوم التطور النوعي في العمليات هو قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع دائرة الاستهدافات إلى مناطق في محافظة جبل لبنان التي كانت بعيدة عن هذه العمليات على مدار الفترة الماضية في الساعات الأولى من صباح اليوم قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف بلدة السعديات التي تقع على بعد 20 كم تقريبا من جنوب العاصمة اللبنانية بيروت وتتبع لمحافظة جبل لبنان وجراء هذا الاستهداف ربما باتت هذه المنطقة أيضا مصرحا لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت هناك أيضا غارة جوية إسرائيلية عنيفة على بلدة المعيصرة في قضاء كسروان مما أدى إلى عمليات نزوح أيضا من هذه البلدة وخصوصا أن الغارة الجوية الإسرائيلية استهدفت منطقة سكنية وأصفرت عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين جراء هذا العدوان وبالتالي كان هناك أيضا عمليتين أو غارتين جويتين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في جبل لبنان آخرها بلدة جبيل أو منطقة في بلدة جبيل مما سيؤدي أيضا حتما إلى عمليات نزوح فضلا أن هذه المناطق لن تستقبل نازحين كما كان مخططا لها في البداية وبذلك يتوسع العدوان الإسرائيلي ليصل إلى مناطق أكثر وأوسع في الأراضي اللبنانية ولم يختصر الوضع على الجنوب وشرق الدولة اللبنانية وبالتالي الأوضاع الإنسانية وأوضاع النازحين باتت تتفاقم خلال الساعات القليلة المقبلة وزير الصحة تحدث عن أكثر من أربعين ألف نازح حتى الآن من الجنوب اللبناني والبلدات الأخرى جراء هذا العدوان الإسرائيلي ولكن كما قال أيضا أن هذا العدد هو عدد النازحين المسجلين ولكن عدد النازحين غير المسجلين ربما يمثل أضعاف هذا الرقم لأن هناك عداد كبيرة من المواطنين التي لجأت إلى مناطق أخرى عبر استئجار منزلة أو أن لديها سكن بديل إما في العاصمة بيروت أو في مناطق في جبل لبنان وبالتالي من الصعب تقديم حصر نهائي لأعداد النازحين ولكن المؤكد أنه ربما يفوق هذه الأرقام المعلنة بكثير وربما أيضا خلال الأيام القليلة المقبلة سيكشف عن هذا الرقم الحقيقي والفعلي لأعداد النازحين الذين تركوا منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب اللبناني على سبيل المثال هذه البلدات التي تظهر خلفي في الشاشة الآن هي بلدة دبين وبلدة مرجعيون هذه البلدات تعرضت على مدار الأيام القليلة الماضية سواء أمس الأول أو أمس أو حتى اليوم إلى سلسلة من الغارات الجوية العنيفة وغير المسبوقة في هذه المناطق وخصوصا أن هذه الغارات ربما استهدفت مناطق سكنية مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين جراء هذا العدوان الإسرائيلي فخرج أهالي هذه البلدات في عمليات النزوح حتى أن عدد من الأهالي خرجوا إلى مناطق لا وجهة لهم لا يعلمون إلى أين المتجه ولكن هم يريدون إنقاذ أنفسهم والفرار بحياتهم من هذه المناطق التي باتت أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر خلال الفترة الماضية وخصوصا في ظل التحذيرات المتكررة وربما آخر هذه التهديدات والتحذيرات ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي بالاتصال بعدد من مراكز الدفاع المدني هنا في الجنوب اللبناني وتحديدا في بلدة رشال فخار التي تبعد عن هذه المنطقة التي نقف فيها الآن كيلومترات محدودة تم الاتصال بمركز الدفاع المدني وطلب منه إخلاء المكان وبالفعل تم إخلاءه أيضا في النبطية تكرر هذا الأمر وهناك أنباء أن هذا الأمر تكرر مع عدد من مراكز الدفاع المدني وعدد من الهيئات الإغاثية والإصعافية العاملة في الجنوب اللبناني علما بأن هذه المراكز وهذه الهيات تقوم بدور أساسي في مساعدة النازحين في الجنوب اللبناني وأيضا إنقاذ المصابين والشهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة على هذه البلدات في الجنوب اللبناني أحمد هو اللافت أن الجيش الإسرائيلي قصف تلك المناطق بقنابل ثقيلة من نوع المطرقة كما يطلق عليها قنابل تحدث ربما فجوات في الأرض حتى عمق 30 مترا فبتالي هذه الأسلحة هذا النوع من القنابل الآن في مثل هذه القرى كيف هو تأثيره على السكان؟ نعم هذا ما كنت أود الإشارة إليه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعة الماضية تحديدا استهدف ست مناطق بهذه النوعية الجديدة من القنابل التي تحدث انفجارات كبيرة في موقع الاستهداف هي لا تؤدي فقط إلى تهديم المنازل ولكن تنتشر هذه القنابل إلى مناطق أوسع في نطاق سقوطها أدى ذلك إلى سقوط عدد أكبر من الشهداء والمصابين في المناطق المستهدفة يعني على سبيل المثال قبل دقائق معدودة نفز جيش الاحتلال الإسرائيلي حزاما ناريا باستخدام هذه القنابل على منطقة سخمر في البقاع القريبة هنا من الجنوب اللبناني أيضا لكون الجنوب هو مسلس حدودي بين لبنان أو منطقة التي نتواجد فيها تحديدا في القطاع الشرقي مسلس حدود بين لبنان ومناطق قضاء على زهترة جيش الاحتلال وأيضا الحدود السورية فالبقاع هي من ضمن المناطق التي لها حدود مع سوريا وهي امتداد للجنوب اللبناني تم استهداف هذه المناطق بحزام ناري من هذه القنابل أدى لسلسلة كبيرة من الانفجارات سمعت هنا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني أيضا حينما تم استهداف مناطق في عمق الجنوب اللبناني بهذه القنابل وتحديدا في مناطق إقليم التفاح وجبل الريحان سمع دوي هذه الانفجارات بشكل متواصل هنا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني وبالتالي هذه النوعية الجديدة من القنابل ربما يكسف من خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على المواطنين في الجنوب اللبناني وهذا ما يؤدي إلى خسائر أكبر في الأرواح وأيضا أعداد أكبر في المصابين من منطقة مرجعيون في جنوب لبنان الزميل أحمد سنجاب مراسل القارة الإخبارية شكرا جزيلا لك